بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي من جديد بنرحب فيكم نصبح عليكم بالخير وبنحكي الآن مع دكتور إياد سلطان وهو رئيس قسم الأطفال في مركز الحسين للسرطان عن سرطان الأطفال واليوم العالمي لسرطان الأطفال اللي بصادف 15 شباط من كل عام وين وصلنا إحنا بهذا الموضوع إما السرطانات الأكتر شيوعاً عند الأطفال أهمية الكشف المبكر وأيضاً مراقبة الأهل لبعض الأعراض اللي ممكن تكون عند الأطفال هاي المحاور اللي راح نحكي فيها مع الدكتور أهلا وسهلا فيك وحا الخير أهلا وسهلا دكتور بداية دكتور ألا يعطيكم ألف عافية يعني دائماً جهدكم الكثير كبير في المركز وفي المؤسسة أيضاً يعني واضح مش بس على مستوى المملكة على مستوى العالم فيعطيكم ألف عافية يعني جهد دائماً نحن نفتخر فيه في البلد شكراً جزيلاً لوجودك معنا شكراً لكم وإحنا طبعاً نفخر بمركز الحسنة السرطان مش بس كعاملين فيه كأردنيين نفخر بوجود هاي المؤسسة الصحيح اللي كلنا منعتز فيها وإحنا بالآخر ناس وعنا أهالي وعنا مرضى مصابين بالسرطان حقيقةً المريض اللي بدخل لمركز الحسنة السرطان فوراً بنضم له هاي العائلة اللي هي بتقدم الدعم إليه من أول يوم والحمد لله من شو نسمع من المرضى يعني أشياء تدوحي بأنه هذا المركز حقاً يعني وصل إلى مستوى مش بس علمياً كمان إنسانياً كل الهاتنا فخمين فيه الحمد لله طيب دكتور خلينا بداية نحكي عن الأطفال أدي عنا نسب إذا منقدر نعطي أرقام للأطفال المصابين بالسرطان بالأردن وشو هي أنواعها؟ طبعاً حسب السجل السرطاني بالأردن تتراوح عدد الأطفال المصابين بالسرطان من 270 إلى 300 حالي سنوياً أقل من 15 سنة مركز الحسينية استقبل أيضاً اليافعين إنهم من تحت 18 سنة في قسم الأطفال وستقبل طبعاً مرضى من مختلف دول الوطن العربي فإحنا سنوياً يعني بالمركز فينا حوالي 450 حالي جديدة منهم طبعاً معظمهم من الأطفال الأردنية بإضافة لأطفال من دول أخرى نعم دكتور بمناسبة اليوم العالمي يعني لسرطان الأطفال بدايةً شو بيعني هذا اليوم؟ شو بيعني للمركز الحسينية السرطان؟ شو بيعني للمصابين؟ كيف الحملات اللي بتستغل هذا اليوم بتشتغل؟ لإيش بتروج؟ طبعاً هو يوم عالمي في مؤسسات عديدة في العالم تتحد بهذا اليوم الو 15 أشباط من كل سنة دائماً سنة 2002 إلى اليوم كل عام هناك احتفالية عالمية لتذكير المجتمع بسرطان الأطفال بهمية الدعم للمصابين بسرطان الأطفال من ناحية توفير العلاج إليهم أيضاً من ناحية الدعم المجتمعي إليهم منذكرة المصابين بسرطان الأطفال الناجين من سرطان الأطفال الأهالي اللي عنهم أطفال مصابين بسرطان الأطفال إنه كلّ آياتنا معكم إحنا نقف معكم في هذا التحدي الكبير حقيقةً للوصول إلى الشفاء طبعا المؤسسة الحسين للسرطان والمركز الحسين للسرطان في كل عام يشارك المجتمع المحلي بنشاطات عديدة دي ما بتعرفوا اليوم العالمي للسرطان كان شعاره قلي قد أدد تحدي ونفس الشيء بالنسبة للسرطان الأطفال حملات توعوية بالمدارس لتحفيز النظام الصحي في حياة الطفل المشاركات بمسابقات رياضية التصوير تصوير الأطفال بملابس أبطال التحدي ومشاركة هذه الأمور كلها على موقع الفيسبوك لمؤسسة الحسين للسرطان وبالتالي سأل رسالة أن المجتمع بكل عناصره أطفاله كباره كلها نقف مع الأطفال المصابين من السرطان وعائلاتهم يمكن أكثر السرطانات عند الأطفال شيوعون هي اللوكيميا دكتور اللوكيميا هو سرطان الدم سرطان الدم طيب هل في علاقة يعني خلينا نحكي مثلا عن أسباب يعني كأطفال هل هي مثلا نظام غذائي معين ما بالتبعو أو ممكن عامل الوراثة بالعبدور يعني شو ممكن تكون الأسباب نحن بسرطان أطفال بفرق عن الأكبار وهو بالأكبار دائما 40% من سرطانات الأكبار ممكن منعها وتقليل حدوثها باتباع نظام معين تعلم التدخين والنظام الصحي بالأطفال الأمور أقل وضوحا وفي معظم الحالات ما في سبب ولا في علاقة عائلية إنما في بعض النواع السرطان أكيد فيه نوع من النواع الوراثة وهي مهتم فيها جدا ويمكن الأمور اليوم تتضح أكثر وأكثر وجود طفالات ما كنا أساسا نعرف عنها بسبب طبعا الطفل العلمي اللي حاصل اليوم في قراءة الـ DNA وتعلم الطفلات اللي إحنا كنا مجود في يوم الأيام ما نعرف عنها فما منحكي إنه فيه نظام معين أو خطأ معين حصل في معظم الأطفال إلا ما منحكي عن أهمية بس الطفل ينهي العلاج إنه أكيد يتبع نظام حياء مثالي وصحي وهذا الشيء يبهمني جدا في الأطفال الأنهو العلاج إنه ما بنا نشوفهم بدخنه وما بنا نشوفهم الأشخاص صحيحين نفسيا وصحيا أيضا يعني مهم إنهم يشعروا نفسهم إنهم ناس منتجين وقادرين على إنهم تكونوا عضاء فاعلين بالمجتمع نعم أكيد نعم دكتور نحكي عن مركز عسين السرطان في عندكم طبقين مخصصين للأطفال هناك شو الخدمات اللي تقدم بشكل عام يعني للأطفال المصابين في السرطان وكتير مهم نحكي مشان ما ياخدنا الوقت كمان أنا كتير حابب أركز عن موضوع الدعم النفسي يعني كمي يفرق الدعم النفسي عند الأطفال عنه الكبار وهل فعلا يساهم في الشفاء أو لا طبعا طبعا الطفل والطفل طبعا بفرق في أعمال مختلفة جدا إحنا عنا أطفال حديثين ولادة وفي عنا أطفال بوصلوا زي ما حكيت 17 و18 سنة فكل عمر إله ما يناسبه حقيقة أهم شيء بشكل عام إنه الطفل يشعر نفسه طفل خلال فترة العلاج إنه ما فقد فترة الطفولة لساته بده يلعب لساته بده يمارس نشاطه بده يتعلم فلذلك بنجامج عودة للمدرسة اللي هو فيه مدارسات منتدبات من وزارة التربية والتعليم بيشرفوا على استكمال الملحلة الدراسية وإذا فيه قطاع المدرسة لأي سبب التواصل مع المدرسة بحيث إنه الطفل ما يفقد سنوات دراسية بده يمش تحقيق الأحلام بده يمش جميل جدا أطفالنا يعني أحيانا بيمروا بمراحة صعبة جدا بيحتاجوا لدعم قوي جدا بعضهم بده يشتري لابتوب بده يشتري هدية معينة بده يطلع يسافر أي يعني نحاول لاي الحلم اللي بده يا طفل ونحقق له إياه طبعا المدامج النفسي والاجتماعي المتكامل في المركز غرفة الألعاب يعني هي أجمل وقت بيقضوا الأطفال لما يكون فينا طفل معزول وممنوع يطلع من غرفة يعني بيكون زعلان جدا وبده بعد الأيام يوم يوم عشان يطلع على غرفة الألعاب وبتلاقي متنفس حقيقة للأطفال الطفل بدي يلعب بدي يلون وبده يلسم وبده يتعلم وبده يعيش حياته إحنا هدفنا دائما نخلي الطفولة تستمر خلال فترة العلاج دكتور بشكل سريع بس من باب رفع الوعي هل فيه أعراض ممكن الأهل يلاحظوها لا سمح الله إذا كان الطفل عنده مصاب بالسرطان إحنا أهم شيء ما نخلي ناس يخافوا صدقنا أطفال شيء نادر ونسبة الشفاء من النوقع عالية نسبة الشفاء عالية طبعا في معظم الأمراض وفي بعضيها بتوصل لأعلى من 90% بشكل عام بدنا نهتم بالطفل الطفل إذا حصل عليه سخونة حصل عليه جفاف حصل أي شيء لازم يكون فيه تواصل مع طبيب الأطفال ما نهي من الطفل لكن إحنا بدنا نخاف على السرطان إذا استمر أي من الأعراض أكثر من أسبوعين يعني سخونة استمرت أكثر من أسبوعين تقيق ألم في الرأس انتفاخ في أحد الأطراف مع ألم طبعا وجود كتلة في البطن بشكل عام يعني هاي الأعراض اللي ممكن تخلي الأهل يستشير طبيب الأطفال الطبيب الأطفال هو القادر على فحص الطفل وتحديد إذا كان هناك إصابة بالسرطان إحنا بمنكز الحسين سياسة الباب المفتوح يعني المريد الطفل اللي بيجي على منكز الحسين إحنا نفحصه ومنقيمه فورا حقيقة أنه منطمن أهله وعلى تواصل دائما بالأطباء في كل القطاعات دكتور يعني منتشكر وجودك معنا جزيلا يعطيكم الفعافي مجددان وشكرا جزيلا على المعلومات وعلى وجودك معنا أهلا وسهلا شكرا لكم يعطيكم العافية بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر